بعد أن كنا قد تناولنا في المحاضرة السابقة في حديثنا عن الشخصية بعد أن كنا قد تناولنا مفهوم الشخصية ومحددات الشخصية الثلاثة اللي هي البيئة الوراثة والمواقف والبيئة اليوم بإذن الله نتحدث عن في درس جديد من الفصل الخامس الذي يتحدث عن الشخصية نتحدث تحديدا عن نظريات الشخصية ونبدأ بنظريات الشخصية بنظرية سيجمون فرويد وسيجمون فرويد ذكر أن الإنسان ليس في كامل تحكمه العقلاني لسلوكي بسبب تأثير ما يعرف باللا شعور ويرى أن الشخصية تتكون من ثلاثة جوانب جانب الآيدي أو الهو وجانب الأنا أو الذات وجانب الأنا العلية الجانب الأول وجانب الآيدي أو الهو أو اللاشعور يفترض أن الإنسان أو أن الشخصية تزعى لتحقيق المدعى وهي تمثل جوهر اللاشعور وتستخدم كمخزن للقرائز البدائية التي تزعى إلى إجباع الرغبات بإسلوب أو بشكل أناني فلذلك هذا يمثل الجانب الأناني أو جانب اللاشعور في شخصية الإنسان الجانب الثاني هو جانب وسط اللي هو جانب الأنا أو الذات وتمثل العنصر الواقعي من امتداد وهي تمثل كذلك امتداد للجانب الشعوري وليست منفصلة عنه أي أنها تعتبر امتداد لجانب اللاشعور ولكنها بشكل واقعي فالإنسان هنا يسعى إلى إجباع الرغبات من خلال تقييم الواقع وكذلك جانب الأنا يسعى إلى التوسط بين الجانب اللاشعوري اللي يمثله الهو أو الآيدي وجانب الزات العليا أو الأنا العليا فهي تقع وسط بين الجانبين الجانب الثالث هو جانب الأنا العليا وهو جانب مثالي وتمثل كذلك عنصر الوعي أو عنصر الشعور في سلوك الفرد فهي تضيف الجانب الأخلاقي والمعنوي للشخصية وهي تعني المثالية وتسعى إلى الكمال وبالتالي يسعى الإنسان إلى إجباع حاجاته بالنظر إلى ما هو مباح وبالنظر كذلك إلى ما هو متاح عكس الجانبين لأن هناك ثلاثة جوانب جانب الهو أو الآيدي و جانب الأنا و الجانب الثالث وفقا لفرويت في الشخصية هو جانب الأنا العليا فجانب الهو هو جانب اللاشعور وعكسه تماما جانب الأنا العليا فهو جانب الشعور وجانب الهو يسعى الإنسان إلى إجباح حاجاته بغض النظر عما هو مباح بغض النظر عما هو متاح لذلك نقول أن الإنسان يسعى إلى إجباح حاجاته بشكل أناني بينما جانب الأنا العليا يسعى الإنسان إلى إجباح حاجاته بصورة مثالية أي بالنظر إلى ما هو مباح وبالنظر إلى ما هو متاح لذلك هذا الجانب سمي جانب اللاشعور وهذا الجانب سمي جانب الشعور أما جانب الأنا فهو جانب متوسط ما بين الأنا العليا وما بين الهو وهذه هي السلاسة جوانب بفقا لسيغمين فيرويد وقبل أن نقادر هذه النظرية ينبغي أن نذكر نقطة مهمة جدا جدا وهي أن فيرويد ذكر أن الشخصية شخصية الإنسان تكتمل أو يكتمل تطورها وتتجمد عند مرحلة البلوق والإنسان الذي يصل إلى البلوق ولا تكون شخصيته كاملة ولو تكتمل فهو يعتبر إنسان يسلك سلوكا غير ناضجا لذلك يعتبر فيرويد أن الإنسان شخصيته تكتمل عند البلوق وليس بعدها بأي حال من الأحوال وأقول ما سمعتم وأستودعكم الله وإلى لقاء في محاضرة قادمة بإذن الله